اثلاثة صباحا الواحدة بتوقيت تجري نتشا موجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الاسكندرية وفق ارقى المواصفات العالمية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق احمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على تصنيع العسكري وعدد من المسؤولين واشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الى ان الرئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على تفاصيل تطوير المنطقة خاصة ما يتعلق بانشاء مدينة ابو قير الجديدة تابع الرئيس السيسي موقف طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة لتوسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاصة جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على بدء الاجراءات تمهيدا لطرح حصص من تلك الشركات لتداول اسهمها في البورصة خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي اعلنت لجنة العفو الرئاسي لإفراج عن ثلاثين من المحبوسين احتياطيا وذلك وفقا للقواعد المنظمة لعمل اللجنة واكدت لجنة العفو الرئاسي استمرارها في عملها بملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيا وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها لم توجه أي ضربة ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية وأشرت الدفاع الروسية إلى أن الحديث عن سقوط صواريخ روسية داخل الأراضي البولندية استفزاز متعمد يهدف لتصعيد النزاع لافتة إلى أنه لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية من موقع قرية بوشفودوف بالأسلحة الروسية من جانبه قال الرئيس البولندي أندريا دودا إن بلاده ليس لديها أي دليل ملموس بشأن مصدر إطلاق الصواريخ الصاروخ الذي سقط على أراضيها بالقرب من الحدود الأوكرانية وأضاف أن الصاروخ على الأرجح هو صاروخ روسي الصنع مؤكدا أن كل شيء ما زال قيد التحقيق في الوقت الحالي جارة الخارجية البولندية قالت أن صاروخا روسي الصنع سقط على قرية بوشفودا بالقرب من الحدود الأوكرانية مضيفة أنها استدعت السفير الروسي بشأن الحادث قال البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن عرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي أندريا دودا دعم الولايات المتحدة الكامل في التحقيقات التي أطلقتها وارسو بعد أنباء عن سقوط صواريخ روسية داخل الأراضي البولندية وقال البيت الأبيض أنه يعمل مع الحكومة البولندية للحصول على معلومات أكثر بهذا الشأن كما أوضح البيت الأبيض أن رئيس بايدن والأمين العام لحلف الناتو يانسي ستولدنبرغ أجريا محادثات هاتفية على خلفية سقوط صواريخ داخل الأراضي البولندية هذا وأعلن حلف الناتو أنه يتحقق من تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط صواريخ روسية في بولندا وأكد الناتو أنه يعمل عن كثاب مع وارسو العضو في الحلف فيما نقلت توكالة ريترزال الأنباء عن دبلوماسيين أوروبيين أن سفراء الحلف سيكتمعون اليوم الأربعاء بناء على طلب بولند على أساس المادة أربعة من المعاهدة التأسيسية للحلف والتي تقضي بأنه يمكن للأعضاء إثارة أي مسألة تهمهم خاصة فيما يتعلق بأمن دولة عضو في الناتو أعلنت رئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون توصل مع بولندا بعد التقارير عن سقوط صاروخين روسيين على أراضيها وقال قصر الأليزي إن ماكرون يدرس احتمال مناقشة المسألة اعتبارا من صباح اليوم على مستوى القادة في مجموعة العشرين أعلن رئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بعد استهداف بلاده بوابل النأم من الصواريخ الروسية أن روسيا لن تحقق هدفها بتدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية وقل زيلينسكي إن الجيش الروسي أطلق 85 صاروخا بشكل أساسي على بناء تحتية للطاقة في أوكرانيا كما حذر زيلينسكي من احتمال وقوع المزيد من الهجمات الصاروخية لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسرينيوز من خلال أبل سور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أركود الظاهر على الشاشة شكرا لحسن المتابعة وكنت معكم مادة سعيد